وكده نكون رسلنا الرسالة السيئة الرابعة لجيف بيزوس وفاضل لنا 64 رسالة سيئة ونكون كملنا قاعدة المية فيولا نشوف اليوم بدأ كيف الان وصلنا الى هنا بدأ يومنا كالمعتاد بصلاة الفجر ثم قرأنا اذكار الصباح وانا بوركم التفاصيل دي ليه يا جماعة من باب التعاون على البر والتقوى باحتمال تفصيلة زيدي تخلي واحد يقوم يصلي ونجر عليها المهم بدأنا الدوام بانطلاقتنا عنا ومحمد علي الى الشارقة لتأضيت بعض الاعمال وطبعا لازم نستفيد من زمننا في الانتظار ونشتغل حتى لو كنا في السيارة برضو نستفيد من زمننا ونشتغل وانا بوركم التفاصيل دي ليه يا جماعة من باب التسويق لنفسي وانا شخص مجتهد وبقيم الزمن عشان نكون واضحين يعني المهم بعد ما انتهينا من الاعمال واستفدنا من زمننا طبعا يعني زي ما عارفين رجعنا الى الدوام ومارسنا كتير من الاعمال وانا ممكن اكون ختمت الف ورقين ببدينا اليوميات وزي ما قلنا جماعة تسويق تسويق وفي نهاية الدوام كتبنا الاسكريتوب بتاع رسالة جيف بيسوس بسرعة البرق واذا عايزين تعرفنا بكتب بسرعة دي كيف اشوفوا اليوم رقم 149 ولناسا ما فهمين موضوع الرسائل دا الامر وما فيه انه انا عايز اشارك مالك امازون واللي هو اغنى رجل في العالم بتطبيق مشروعنا ونكون وصني لغنى من نجاح عن طريقه فعشان كده انا برسل له هذه الرسائل باللغة الانجليزية عشان احسم اللغات وهدعوه للتعاقد معاي عن طريق انه انا ارسل 100 رسالة سيئة ولما اصل الرسالة رقم 101 يا دوب كده هكون وصلت مرحلة الرسائل الجيدة وبعد كده ممكن هو يشوف رسائلي وممكن ان انتظر رجل منه